في 2018 السعودية تفاوضت لتمويل سهارة تسلا لكن إيلون موسك وقف المحادثات فجأة وقال إنه لقى تمويل يخلي شركته ملكية خاصة السعودية راحت لمنافس تاني في نفس المجال وعنده أزمة مالية سندوق الاستثمار السعودي استحوذ على 67% من أسهم لوسيد موتورز بـ 1.3 من 10 مليار دولار واختار بيتر رولنسون المهندس الرئيسي السابق في تسلا مدير تنفيذي للشركة وبدأ ببناء مصنع بقيمة 700 مليون دولار المصنع عزز خطة لوسيد موتورز لإنتاج سهارتها الكهربائية لوسيد إير اللي هتنافس تسلا بقوة وهتبقى أسرع سيارة كهربائية شحنا بمعدل 20 ميل في ديئة مع أقصى معدل شحن معدل 300 كيلو واط مقارنة بـ 250 كيلو واط لشاحن V3 سوبر تشارجر من تسلا الشركة كمان بتطور شاحن منزلي تقدر من خلاله تشحن العربية بكهربة البيت ومن مميزات لوسيد إير كمان إن وحدات الرفع فيها أخف بـ 45% من أقرى منافسية ده غير إنها أحسن في الديناميكية الهوائية مع معامل سحب عند 21 ممية مقارنة بـ 23 ممية لتسلا مع نطاق قياسي 517 ميل أعلى من تسلا بـ 28% تفتكروا تقدر لوسيد إير تزيح تسلا من العرش السهرات الكهربائية في العالم؟ ترجمة نانسي قنقر